بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعده الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحمة بكم في الحلقة الخامسة والثلاثين من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي خصصته للحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر هذا حق التحدث عن افساد هذا الاحتلال للنواحي المالية واقتصادية في مصر هو افساد متعمد صعب عجيب فيه دناءة فيه عدم مراعاة إطلاقا لحقوق الإنسان ولا أي نزعة إنسانية إطلاقا مما يتشدق به الغرب ليل النهار وصدعنا به ليل النهار وملأ مسامعنا ليل النهار به والواقع غير ذلك تماما كما سترون إن شاء الله تعالى بداية افساده أنه قرر لمصريين جميعا أن مصر بلد زراعي لا تصلح لغير ذلك وأن شعب المصري أصلا شعب أغلبهم مزارعون وفلاحون لا يصلحون لغير هذا هذا التقرير في الأذهان سوعد في التعليم يعني من قبل مناهج التعليم سوعد من قبل الحكومة للأسف شديد التي تحت سيطرة الاحتلال سوعد من كل جهة يمكن أن تعمق هذا المعنى في الشعب المصري ونتيجة لذلك طلبوا من الفلاحين طلبا طبعا كالعادة طلب يأخذ هو نصيحة لكنه ملزمة طلب منهم أن يزرعوا القطن ويكتفوا بالقطن فقط لا غير فسارت مصر من أوائل بلاد العالم في القطن طيب هذا شيء جيد لكن الكارثة ماهي أن يحرم عليهم على المصريين أن يعملوا مصانع للقطن فبلد الذي يزرع ثم لا يحول هذا الخام من الزراعة إلى صناعات فيضل بلد تابعا للأبد لمن يحول هذا الخام إلى صناعات هذا الذي جرى أخذ القطن المصري الذي هو من أعظم أنواع القطن وأدخلهم محمد علي كما قلت لكم جاء به من هند قلت لكم في حلقة محمد علي أن أضع قطن أخذ هذا القطن المصري المتميز وأرسل إلى مصانع في بريطانيا لانكشاير ويوركشاير وعاد إلى المصريين في هيئة ملابس غالية الثمن يدفعون ثمنا لها غاليا وغاليا جدا وأنشأ المصريون أنشأوا مصنعين للغزل غزل قطن في سنة 1899 ميلادي تقريبا 1315 هجرية لكن الإنجليز دهاك عادتهم مكارة ماذا صنعوا فرضوا ضريبة على منتوجات مصانع القطن المصرية تساوي بالضبط الضريبة الجمارك على منتوجات المصانع في إنجلترا فكانت المصانع إنجليزية لتدخل منتوجاتها إلى مصر تدفع ثماني بالمئة جمركا وكانت المصانعات المصرية مجان ما ليس هناك ضريبة عليها فسنة 1901 يعني بعد سنتين 1317 صدر قرار من الحكومة المصرية طبعا قرار إنجليزي هو بضرائب تدفع ثمانية بالمئة ثمانية بالمئة تدفع ضرائب للمنتوجات المصرية من مصانع الغزل المصرية فماذا يعني هذا؟ يعني مساوات بالثمن بين المنتوجات البريطانية ومنتوجات المصرية وفي هذا بوار للمنتوجات المصرية إذ عادت الناس أن يفزعوا إلى المنتوجات الأجنبية وبهذا سطاعت الحكومة البريطانية تدريجا المصرية تحت سيطرة بريطانية تدريجا أن تلغي مصانع القطن بالكامل في مصر وهذه عجيبة بهذه الطريقة الماكرة وأيضا ألغت إضافة إلى مصانع القطن جميع المصانع الأخرى التي كانت موجودة قبل الاحتلال وحولتها إلى خردة تباع خردة تصوروا مصانعة أنشاء إسماعيل وصرف فيها الملايين من الجنيهات المصرية بل أنشاء محمد علي يعني وصرف فيها الملايين حولت إلى خردة وبيعت بأبخس الأثمان أغلقت الترسانة المصرية كانت تصنع الذخائر والأسلحة وتصلح السفن أيضا أغلقت بارة الصناعات في البلاد ألغي مصنع الورق ببولاق وكان ما يخرج منه يكفي عائدات البلاد بيعت مصانع غزل القطن والنسيج بيعت بأبخس الأثمان وتوقفت بالكامل الصناعات في مصر تبعا لهذا الإيحاء أن مصر بلد زراعي وليس بلدا صناعيا أيضا اللورد كرومر قال أن المنسوجات الأوروبية حلت محل المنسوجات الوطنية وبانقراض المنسوجات الوطنية أخذت الصناع الأهلية تنقرد أيضا وقال في تبجح عجيب أنا ما أدري كيف كان هذا الرجل نص الله العافية كيف احتمله المصريون 24 سنة وهو حاكم فوقهم قال من يقارن حالة الحاضرة بالحالة كانت منذ عشر سنوات أو خمس عشرة سنة يجد بونا شاسعا وفرقا مدهشا فالشوارع التي كانت مكتظة بدكاكين أرباب الصناعات والحرف من غزالين ونساجين وحاكا وعقادين وصباغين وخيامين وصانعي أحذية وصاغة ونحاسين وعطارين وصانعي قرب وغرابيل يعني منخل وسروج وأقفال ومفاتيح ومن شاكلهم كلها قلت عددا أو درست درست يعني ذهبت وقام على أطلالها مقاهي ودكاكين مملوء ببضاع الأوروبية يشتكي من شيء هو أفعله وهو سبب الأول فيه وهو الموجه الأول للسياسة المصرية الداخلية لكن الإنجليز هكذا يكذبون يعرفون أنهم يكذبون ويخدعون يعرفون أنهم يخدعون وغزت الصناعات الكبرى الأوروبية البلاد وصارت هناك استثمارات كبيرة أوروبية يستفيد منها المستثمر الأوروبي حتى العمال كان يأتون بعمال إنجليز وأوروبيين يعني كانوا يبخلون على الشعب المصري بكل شيء تقريبا انتشر الفقر ذلك انتشارا كبيرا والأسف الشديد ما وجدت الصناعات في مصر التي ترتقي بالتطور الطبيعي يسمى الانتقال من الزراعة إلى الصناعة هذا التطور طبيعي حرمت مصر منه من أسف الشديد قال الخبير الاقتصادي ليوبولد جوليان أحد واضعي تقرير ما يسمى بلجنة القطن سنة 1910 قال إن كل أمة يكثر فيها وجود المواد الأولى الضرورية للحياة يكثر فيها كذلك وجود المعامل لصنع تلك المواد ومن أهمها القطن في إن كل الأمم التي تزرعه تنشئ بجواره معامل لغزله ونسجه والانتفاع به عدا مصر فإنها لا تزال فقيرة في معاملها خلوا على الأخص من هذا الصنف طبعا وهذا إيش؟ هذا هو عمل الأوربيين في مصر أشيع بأن كرومر أنقذ الحالة المصرية في البلاد المالية وأنه يعود إليه الفضل الكبير في ضبط المالية المصرية هو ضبط المالية المصرية ضبط خرجها ودخلها وضبط الميزانية بما يكافئ أو يوافق المصالح الأوروبية في مصر والدائنين الذين خلفهم عهد إسماعيل وكذا وسعيد وحملت الأسهم الأوروبية وكذا هذا طمأنهم لكن الفلاح المصري المواطن المصري العادي ازداد فقرا وازداد حاله سوءا وعين الكرومر مستشارا اقتصاديا ماليا في وزارة اقتصاد في مصر كان إليه الأمر والنهي في شؤون المالية للبلاد لأن أي مستشار إنجليزي يكون في أي وزارة في مصر يكون له الأمر والنهي فيها والوزير مجرد مصدق على القرارات لا قيمة له على الإطلاق الحقيقة وهم اعتبروا مصر في الحقيقة مستعمرة لهم جالبوا لها كل شيء من أوروبا وقامت فيها الفنادق والصناعات والمدارس الأوروبية الأجنبية والاستثمارات الأوروبية وكذا وحرم المصري تقريبا من كل ذلك تقريبا والحالة الحالة صعبة يا إخوة والأخوات الديون المصرية ازدادت زيادة فاحشة اسمعوا التقرير هذا المهم قدر الميسيو سانت كلير ديفيل سكرتير الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة أموال أوروبا في مصر في مقالة له سنة 1913 فقال إن مصر مدينة لأوروبا بستة مليارات من الفرنكات أي بمائتين وأربعين مليون جنيه تقريبا تصوروا هذا 1913 مصر مدينة لأوروبا بمائتين وأربعين مليون جنيه طب الخديو اسماعيل أو الخداوي غادر الخداوية لماذا عزل من الخداوية لماذا لأنه لم يستطع أن يؤدي ديون مصر قدرت هذه الديون في آخر عهد الخداوي إسماعيل بمائة مليون جنيه وعزل من أجل قضية الديون يعني عزل من أجل أسباب كثيرة منها قضية الديون طيب الخديو عزل سنة 1879 1913 يعني بعد أربع وثناثين سنة تتضاعف ديون مصر من مائة مليون إلى مائتين وخمسين مليون أو مائتين وأربعين مليون جنيه تقريبا ومن مسك مصر في تلك الأوقات بريطانيون فهم مسؤولون عن هذه الديون إذن واسمعوا في 1907 عصابت مصر ضائقة كبيرة حتى لم يستطيع أن يؤدوا رواتب المنظفين فأوروبا مدتها بملايين الجنيهات بقرد المضمون تسمى قرد مضمون على الحكومة المصرية ونالت بذلك حقوقا في مصر واستثمارات في مصر واسمعوا هنا تقرير آخر مختصرة تقارير مختصرة سريعة حتى لا تشتتوا تشتتوا يقول بيان عام لقيمة الثروة في مصر أموال الأجانب قدرت سنة 1112 بمائتين وخمسين مليون وثروة أشباه الأجانب تقدر بخمسين مليون جنيها فإذا هاي ثلاثمائة مليون ثلاثمائة مليون جنيه ديون عامة هي أو نقول ثروة ثروة عامة للأجانب في البلاد المصرية العقارات في مصر قدرها الكونت كريساتي سنة 1912 بستمائة وستة وستين مليون جنيه واربعمائة أربعة وستين ألف من الجنيهات وست جنيهات هذا التقدير الدقيق جدا نصفه هو ثروة أوروبية في مصر نصف ثروة مصر العقارية ونستطيع أن نقول نصف ثروة مصر لأن مصر ما كان فيه صناعات آنذاك في تلك السنة ما كان فيه أي شيء غير العقارات نصف عقارات مصر نصف مصر لأوروبيين سنة 1913 أي بعد أربعة وثلاثين أو خمسة وثلاثين سنة بعد إحدى وثلاثين سنة من احتلال البريطاني لمصر انظروا كيف تدرجت الأمور إلى هذا الشكل المزعج والمزعج جدا الميسيوس لا ساند كلير ديفيل هذا سكرتير غرفة تجارية فرنسية في القاهرة كما قلت لكم في رسالته للمؤتمر الوطني المصري إذن انعقد ببروكسي سنة أفسمية وعشرة قدر أن للأجانب ثلاثة أخماس أراضي مصر إما ملكا أو رهنا ثلاثة أخماس أراضي مصر وتغلغلوا تغلغلا كبيرا والديون زادت على الأهالي المساكين والأطيان تسمى الأطيان الأراضي يعني رهنت بعدد كبير جدا من الفدادين رهنت مقابل ديون أو رباء أو أموال لابد من دفعها بصورة أو بأخرى فانظروا ماذا صنع البريطانيون في مصر أيضا ثمن المحصول القطن للفلاح للفدان الواحد حوالي 20 جنيها فدان كامل 4200 متر محصول القطن قيمته 20 جنيها مصريا لا غير في مصر كان هناك مليونا فلاح في تلك المدة كانوا لا يستطيعون لو زرعوا أرضهم كلها قطنا أن يدفعوا إيجار الأرض ويؤدوا الضرائب ويؤدوا فوائد الديون أي الربا ويستبقوا لأنفسهم ما يكفر لهم العيش الكريم لذلك أغلب فلاحين المساكين وقعوا في السدانات الرباوية وزادت حياتهم سوءا كما سيأتي بعد الفاصل إن شاء الله وتعالى فابقوا معنا السلام عليكم مرة أخرى بعد فاصل إخوة الأخوات هناك رجل كلفته بريطانيا بدراسة حالة اقتصادية في مصر رجل خبير فصار سيرا سير يعني سير بعد ذلك اسمه إتجار فينسنت مستشار مالي جديد في مصر خلف كالفن كالفن هذا كان مستشارا ماليا قديما في مصر تحدث عنه في حلقة الخديو توفيق ما أعيد الآن أيام عرابي فاستقال كالفن جاء محله هذا إتجار فينسنت قال اسمعوا لقد راعني ما رأيت خلال رحلتي في الصعيد من إملاق الفلاحين أي من فقرهم إن بؤس الفلاحين في تلك الجهات ليفوق كل ما رأيت في غير مصر من البلاد وكانوا يضربون المثل ببؤس الفلاح الروسي فيقولون إن بؤس الفلاح المصري لا يقارن ببؤس الفلاح الروسي الفلاح المصري المسكين ليس له نقابة زراعية تضمن حقوقه وليس له أي قانون يضمن حقوقه إذا وصل إلى الشيخوخة ما عاد يصني يفلح أرضه ليس هناك أي ضمان له اجتماعي ليس هناك له أي أموال تعينه في ملحظة شيخوخته بؤس شديد جداً بينما كان فلاح البريطاني يضمن ويرفاه ويعان صحياً ومالياً وتعليمياً واقتصادياً وكل شيء يعني طبعاً يقول سلطان باشا سلطان باشا أبو هدى شعراوي وهو أحد من تخلى عن الحركة الوطنية العرابية وتجه مع الإنجليز دخل معهم القاهرة وقصته طويلة ذكرت بعضاً منها في حلقات ماضية قال إن البلاد لم تبلغ من التعس من التعس يعني مبلغها الحاضر فالفلاحون بالنظر لديونهم وهبوط أسعار محصولاتهم قد غدوا في ضنك يستحيل معه أن يجبى أكثر من نصف ضرائب السنة القادمة يعني قال من الآن السنة القادمة لا نستطيع لا واقعياً ولا إنسانياً أن نأخذ نصف الضرائب من الفلاح المفروض عليه فما بالكم بهذه النسبة تريدونها كاملة ما مستحيل أن نفعل ذلك مع الفلاح أيضاً الأمر المهم يقول أحد اللورد نورثبروك اللورد نورثبروك له في لندن له تقرير قنصلي مهم يصف في حال القطر قال هذه التقارير تصف حال الفلاحين يقول في عنده تقارير عن مصر تصف حال الفلاحين بأنهم قوم يعيشون في أكواخ من الطين إذا خرجوا منها خرجوا هم يكادون يكونون عرات الأجسام إذا تبلغوا بشيء من الزاد فليس بغير خبز الذرة والبصل ذلك بأن قيمة حاصلاتهم لا تكاد تكفي لأداء الضرائب فضلاً أن تمسك عليهم حياتهم التعيسة انظروا لماذا صنع الاحتلال الإنجليزي في مصر وأيضاً الرجل يسمى جيبسن وصف أيضاً الحالة قال لا جدالة في أن هذا كلام سنة 1884 يعني بعد سنتين من احتلال إنجلترا لمصر 1301 هجرية لا جدالة في أن حالة الفلاحين ازدادت سوءاً عما كانت عليهم منذ عامين نعم إن إيراد السنة الحاضرة قد جبية بالطريقة المعتادة والدائنون نجحوا في أخذ أموالهم لكن لا يبغى أن يتخذ هذا دليلاً على حسن الحالة في مصر اسمعوا قال لقد احتج إلى ضغط شديد في تحصيل الأقصات من الفلاحين بيعت أراضي كثيرة لحصول على الأموال التي تريدها الحكومة ويقتضيها أداء الديون الخاصة يعني إيش الضغط الشديد؟ يعني كرباج والضرب الفلاحين وتهديدهم في أعراضهم وعراض أهلهم والضغط عليهم وبيع أراضيهم وبيع بيوتهم ورهنيها عند المرابين هذا الذي استفدناه من الاحتلال الإنجليزي لمصر والعجيب الدناء الكبيرة جداً أنه لما دخل الاحتلال الإنجليزي لمصر طلب تعويضات كيف تعويضات؟ أنت الذي هدمت البلاد وخربتها وضربت الإسكندرية وحرقتها قال لا نريد تعويضات لأهالي الإسكندرية وللقاهرة وكذا أخذوا التعويضات التعويضات قدرت بقرابة أربعة ملايين جنيه مصري ومبلغ هائل أنا ذاك يعني بكل المقاييس المشكلة ما هي قالوا لا نحن ما ندفع تعويضات نحن إنجليز ما ندفع تعويضات طب أنتم سبب أنتم هدمتم البلاد بقنابيلكم في إسكندرية ودخلتم واحتلتم البلاد قالوا لا تضاف على الخزانة المصرية والميزانية المصرية يعني دناء ليس بعدها دناء في الحقيقة وعجيب هذا لما قضية السودان وستأتي تفصيلها لجيش المصري الذهب إلى السودان وكذا حسبت ميزانية الجيش في مسحة إنجلترا حسمت من الميزانية المصرية يعني شيء غريب وخطير وكان كل الرعاية الأوروبيين في إسكندرية تضرروا بضرب القنابل وحرق الإسكندرية كلهم يتقدمون بطلبات إلى الدارة الإنجليزية الإدارة المصرية كانت تحت السيطرة الإنجليزية وينالون تعويضات مباشرة فكل من ادعى من الأوروبيين نال تعويضهم ومصريون مساكين الذين احتلت بلادهم وحطمت مقدراتهم وسلبت ثرواتهم ألا يعوضون ما أدري كيف هذا الطريقة وكيف هذا التفكير العجيب صار هناك طبعا بسبب هذه التعويضات عجز كبير في الميزانية المصرية بشكل واضح واضح جدا نقطة مهمة الموظفون الموظفون كان هناك موظفون مصريون وموظفون إنجليز طبيعة الحال أولا كان الموظف الإنجليزي يتقاضى أموالا أكثر من الموظف المصري ثانيا الوظائف التي يتولاها الإنجليز المصريون قادرون على أدائها ليس هناك حاجة للإنجليز لكن دائما يحتج بأن الموظفين المصريين لم يصلوا إلى الدرجة التي يحكمون فيها وظائفهم فيأتون بإنجليز موظفين وثالثا الموظف الإنجليزي لا ينقل يعين في القاهرة وإسكندرية والعاصمة بينما الموظف المصري دائما عرضة لانتقال الأرياف والأماكن البعيدة والصعيد وغيره يعني قضية خطيرة وراتب المصري دائما يكون ضعيفا جدا فيلجئونه إلجاءا لقبول الرشاوة حتى يفسدون ذمته حتى لا يعود لأن الموظف إذا فسدت ذمته لا يعود يعيش بكرامة لا يعود يطالب بالكرامة لا يعود يطالب بجلاء المحتل يعود وقد سار معتمدا على الأجنبي الإنجليزي في كل شؤون حياته لأنه هو الذي يتحصى من أساب رزقه وهو الذي يسكت على رشوته قضايا خطيرة حلقات متصلة بعضها ببعض لإفساد المجتمع المصري ماليا واقتصاديا ونشر الرشاوة ونشر السرقات والعجيب أن كرومر صاح في أوروبا وقال أنا ما عدت قادرا على أن أتصرف ماليا في مصر فأنقذوني طبعا أوروبا أنقذته وإنجلترا دفعت له وأوروبيون دفعوا له أموالا كيف طلب أن يخفض فوائد الأديون هذه الطلب نفسه الذي طلب به إسماعيل الخديو يوم طالب بهذا الطلب منعه الإنجليز والفرنساويون منعوه وقال له ما نستطيع الدائنون يرفضون ومنعوه من الطلب الذي أغاث به كرومر في مصر رأيتم كيف المصالح الاستخرابية يساعد بعضها بعضا حتى يتمكن الاستخرابيون الذين سموا زورا وبهتانا بالاستعماريين يتمكنون من السيطرة على مقدرات البلاد ويساعد بعضهم بعضا على هذا فالطلب الذي طالب به إسماعيل من قبل رفض وطالب به كرومر طلب نفسه فوفق عليه وضخ أموالا كبيرة في مصر استطاع بها كرومر أن ينقذ الحالة المتردية اقتصاديا في مصر وأن يتمكن من دفع المال للدائنين الأوروبيين وللتعويضات التي جرت بعد الحرب الإنجليزية على مصر وكلها من الخزانة المصرية بالمناسبة وكل هذه ديون على مصر يعني مصر تتحمل هذه الديون وظلت تتحمل مصر هذه الديون إلى الأربعينات من القرن الفائت الأربعينات الميلادية العشرينات الهجرية من القرن الفائت الهجري وهذا هو كله بسبب أن الإنجليز يريدون أن يمتصوا خيرات مصر وأن يتبرؤوا من التبعات ويلقونها على الميزانية المصرية خطة ماكرة وماكرة جدا اشتهر بها الإنجليز طويلا في تصرفاتهم وأحوالهم وأعمالهم كلها عرفناهم كذلك يعني هذا القضية أيضا ابتدع كرومر المعتمد البريطاني في مصر ابتدع قضية وهي أن من يتقدم للإعفاء من الجندية يدفع أربعين جنيها فإن لم يدفع هذه الأربعين يتجند ثم إن لم يكفي المال المدل هذا الذي يأخذ لإنقاذ الخزينة المصرية يحصل قرعة عامة في المصريين فمن تأتي عليه القرعة لابد أن يتجند وإلا يدفع مئة جنيه اسمعوا أربعون قبل القرعة ومئة بعد القرعة فبهذه الطريقة إذن استفاد أموالا كبيرة الفلاحونة وقع تعلق قرعة المساكين وقعت عليهم قرعة جائرة وظالمة كيف يدفع المئة جنيه هذه برهن بيته وبرهن مقدراته وببيع ما يملك من حري امرأته حتى يؤدي المال المطلوب لبدل القرعة ظلم وظلم فاشي وكبير يخالف كل النواحي الإنسانية التي حاول كرومر ومن معه من أركان الحكومة الإنجليزية أن يصوروا الحال في مصر أن صحار رفاهية وحال كذا وأن تقدمت ناحية المالية في مصر نعم تقدمت لا شك وضبط الخرج والدخل والميزانية لا شك ضبطت أكثر من ذي قبل لكن لمصلحة الدائنين وحملة الأسهم الأوروبيين ولمصلحة الحكومة الإنجليزية ولتلميع صورتها في العالم وأن حكومة أتت بالرخاء لشعب مصر ولحضارة لشعب مصر وما أتت إلا بالسوء لشعب مصر كما ترون أيها الإخوة والأخوات أختم بملاحظة قالها ألدث قال إنه لم يرى بلدا غنيا كمصر يزرع القطن ولا يقيم ما يتصل به مباشرة من صناعات ويقول إلينور برينز إنه مما يزيد الموقف شناعة وقبحا أنهم هاي الإنجليز ومعتمدهم كرومر في مصر في الثلاثين سنة الأولى من الاحتلال لم يخفقوا في أن يوجدوا ولو صناعة واحدة فحسب بل قتلوا بالفعل كل ما من شأن يعود بالتقدم الصناعي في البلاد يعني في الثلاثين سنة الأولى من الاحتلال هذا تقرير أوروبي بالمناسبة ليس تقين عربيا ولا إسلاميا بالثلاثين سنة الأولى من الاحتلال لم تكن الجريمة البريطانية فقط في أنهم لم يقيموا أي صناعة بل الجريمة الأطخم والأكبر أنهم وقفوا حائلا أمام كل ما يمكن أن يقوم من صناعات في المستقبل في مصر وهذه نقطة خطيرة وخطيرة جدا والسؤال هو بعد جلاء الاحتلال البريطاني هل استطعنا أن نتقدم وأن نكون صناعاتنا الخاصة ونتخلص من التأثير الأوروبي والإسار الأوروبي والأمريكي بعد ذلك العام ونعود إلى اليقظة والفهم بوجوب إنشاء صناعات إسلامية عربية خالصة في بلادنا هل استطعنا أن نحقق هذا؟ والجواب لا للأسف لعوامل ليست هذه الحلقات من أجلها ولم أجل حديثي عنها لكن التاريخ يعد نفسه من جديد والكثير من الأسباب التي حالت دون التقدم الصناعي في مصر أيام إنجلترا هي تحود من التقدم الصناعي في مصر الآن وفي كل البلاد العربية والإسلامية تقريبا ما عدا بعض البلاد القليلة مثل ماليزيا وتركيا وغيرها لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عننا وأن يعيدنا إلى مجدنا من جديد وإلى سيادتنا من جديد وهذه تحتاج إلى إخلاص من الحكام والمحكومين وتحتاج إلى عمل وجهد دائبين وإلى بذل وتضحيات نسأل الله أن يسرها لنا معاشر المسلمين هذه الحلقة كانت توضح الفساد أو إفساد بريطانيا للنواحي المالية والاقتصادية في مصر أرجو أن نكون قد وفقت في عرض بعض الجوانب منها هناك بعض جوانب أخرى كثيرة وتقالية كثيرة للوقت ما يسمع ولا يمكن أصلا أن نخصص أكثر من حلقة لهذا الجانب فأكتفي بذلك وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقات القادمات أذكر بعض الجوانب الأخرى وبعض الأحداث التاريخية المهمة فكونوا معنا يا إخوة والأخوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته